هربا من غدر بر الحديدة اتخذت الامم المتحدة من مياه البحر الاحمر مكانا لاجتماع لجنة عادة تنسيق الانتشار ومراقبة اطلاق النار في محاولة لانقاذ مشاورات السويد المتجمدة بسبب الخروقات المستمرة من قبل ميليشيا الحوثي مصادر اممية قالت بان جنرال باتريك كاميرت صعد على متن سفينة تابعة للامم المتحدة في ميناء الحديدة في سياق التحضير الاجتماع ثالث للجنة عادة انتشار القوات المشتركة يذكر ان هذا الاجتماع سيكون الاخير لجنرال الهولندي باتريك في انتظار الجنرال الدنمركي لوليس غارد الذي من المتوقع ان يبدأ عمله في اليمن خلال اليومين القادمين اللقاء الاممي على سفينة في البحر اتى بحسب مصادر حكومية نتيجة لرفض ميليشيا الحوثي حضور الاجتماعات السابقة التي عقدت في مناطق خاضعة لسيطرات الشرعية كما ان مصادر دبلوماسية اشارت الى مخاوف الفريق الدولي من التعرض لاطلاق النار بعد حادثة اعتداء الحوثي على موكب باتريك كاميرت في السابع عشر من يناير الماضي التوجه الاممي نحو البحر يتزامن مع شن ميليشيا الحوثي هجوما عنيفا على مواقع للقوات الحكومية جنوب وشرق المدينة في تحدي واضح للمجتمع الدولي ووسط هذه الخروقات تبقى قدرة الفريق الدولي على احداث تقدم في مسار اتفاق سوكولم رهين نجاحه في تحريك مياه السلام الراكدة في ميناء الحديدة بعد ان فشل في وقف اطلاق النار في مداخل المدينة واريافها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة